مملكة البحرين وخيرهم من أتباع الديانات السماوية الذين يعيشون منذ قرون في المملكة أرض السلام وملتقى الشعوب والديانات والثقافات مر أبناء الديانة المسيحية بأرض مملكة البحرين قبل قرون طويلة عاشوا واستقروا على أرضها وبقيت أثارهم شاهدة على احتضان هذه الأرض الطيبة وأهلها الكرام لهم للعيش فيها بحرية وسلام وأمان على مر العصور والأزمان يعود تاريخ الديانة المسيحية في مملكة البحرين منذ زمن بعيد مع بدايات القرن الخامس الميلادي عندما احتضنت قديما عددا من القبائل العربية المسيحية التي كانت تعيش في ساحل البحرين القديم وفي هذه الحقبة كانت البحرين مركزا رئيسيا للمسيحية النسطورية وكنيسة المشرق وكانت قرية سماهيج مقرا لرئيس الأساقفة النسطوريين آنذاك حيث ضمت المنطقة أديرة للرهبان كما احتفظت بعض القرى في جزيرة المحرق بأسمائها القديمة التي أطلقت عليها مثل قرية الدير التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الدير المسيحي الذي بني هناك بالقرب من قرية سماهيج وفي عام 1906 بنية الكنيسة الإنجيلية الوطنية التابعة للطائفة البروتستانتية وأسسها الإنجيليون الأمريكيون بعد تأسيسهم لمستشفى الإرسالية الأمريكية في ذلك الوقت واعتبرت هذه الكنيسة الأقدم في مملكة البحرين وفي عموم منطقة الخليج العربي حيث تم تشهيدها قبل نحو مئة عام وفي عام 1939 بنيت أول كنيسة للطائفة الكاثوليكية في البحرين والخليج العربي في العصر الحديث وهي كنيسة القلب المقدس المتواجدة في مدينة المنامة وفي العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم انعكس أحد أهم جوانب المسيرة التنموية الشاملة على الحريات التي كفلها الدستور وتنص على حرية ممارسة العبادة لأتباع الأديان والطوائف دون تمييز وترسيخا لمبادئ مملكة البحرين وجهودها المتواصلة في إرساء وتعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم بين مختلف الثقافات والحضارات افتتحت في عام 2021 كتدرائية سيدة العرب بهبة ملكية سامية هذا وتمثل الطائفة الكاثوليكية الطائفة المسيحية الأكبر من نسبة المسيحيين المقيمين في مملكة البحرين حيث يتبعون الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الأم تحت القيادة الروحية لبابا الفاتيكان في روما